تواصل وزارة الداخلية حملتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي وتمكنت الوزارة خلال 24 ساعة من ضبط 433 قضية تموينية بمضبطات بلغت أكثر من 116 طن وضبط 25.5 طن دقيق أبيض في مجال حجب السلع الاستراتيجية وضبط 37.5 طن دقيق مدعم وسكر تمويني في مجال الاستلاء على السلع المدعومة كما تبدو ضبط ما يقرب من 39 طن في مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي بالإضافة إلى ضبط 521 قضية من بينها 74 قضية خبز ناقص الوزن و98 قضية خبز غير مطابق للمواصفات وفي مجال ضبط مخالفات التلاعب بمنظومة توريد وتداول القمح المحلي تم ضبط 8 قضايا بمضبطات بلغت ما يقرب من 119 طن أقمح محلية